اشتركوا في القناة وديع عوائلنا هاي كله راح يزتونه بالشارع احنا والمستثمر ما خسران هو يجيب جماعته وهذا راح يبطنه خدمة 15 سنة كله راح تروح هاي بلاش شنا بانين امل انه راح نتوظف بالمعمل هذا والمعمل هذا راح استثمار زين من يوظفن احنا وين راح نروح احنا شنو مصيرنا شنو مصير هاي العوائل كله الحكومة مسألة علينا احنا بس الخردة اللي بوجودة هذي تبني مطار الموس الوحد الخردة الملقوحة بالمعمل هاي معمل ينتج الافة يومية كله سووا ساقطوا ما ما ينتجوا ما شن داوم اذا المستثمر جيه واخذ المعمل احنا ادشارونا برزتونا خمستعاش سنة سارلي بالنسبة للاستثمار احنا اول شي احنا موضة للاستثمار نحنا نعرف ان ينطي الاستثمار ينطي ارض يجي يجيب معمل جاهز معمل حديث ينتج اما هذا المعمل معمل الجديد معمل جاهز قبل شهرين ثلاث اهلنا مع عادل تقنى بستمليارات وخطوا انشقالات يعني اليوم انطعت من الدوام خطوا انشقالات طيحمة انشقالات وفرنين انشقالات وثلاثة الاف طلنا البحر اهل والثاني شي انهم يقولون احنا خسران معمل الشيه ثم مو خسران لا ولا مو خسران لو خسران ما ينطى الموظفين كل شهر ينطيهم حوافز الخسران ينطى حوافز الجواب لا بس احنا مو ضد الاستثمار لا الاستثمار انطى الرافدين انطى الاستثمار ما احد عارض عليه لانهو مستحق الاستثمار وهذا كان يحدد ان كلشي ما عمل به وهو نفس المستثمر اخذه ساعة الامر مصا 7 ونص ايه الى اثمار شبا الامر لا يال واحدة الى نص ويعني اثماره الساعة 150 ساعة مئة وخمسين يالف موانا وديه معمل جاهز ومية خمس تلاف طان تلاف طان جاهز هذا الاستثمار هذا المعمل تشوف هذا المعمل الجديد 3500 طن واني ادام بلمعمل بهذا الباب 3500 طن يومية مليارات يعني ارباحوا 6 مليارات و 750 مليون كل شي نعرف طرحنا هذا دمار هذي بيوتنا هذي كله هذي كلها بيوتنا دماره علينا تايجيبون مستثمر تايجيبوننا وارد استيرات من قر دول يعني يجي على مستثمر يجي على تكل يجي على معمل المهدم يجي على تكل انطوه مستثمر خلو استثمر بس ما المعمل 3500 طن يومية هذا بوق علني الناس كلها تعرف قباروا علينا وفطسنا ومن وعينا على الدنيا خدماتنا تروح وبل معامل ومن السبعة الصبح نشفت مار وطلع الثانيين الظهر هذا كلها تعرف هذا كلها جاي عد 3000 و 4000 يومية يعني يرحم ابوك هذه على فاتش الناس وين تروح هذه احنا منظم انهم احنا هذا قباروا علينا هاي بيوتنا هذه هجوة بيوتنا وعواييننا دمرنا ما ظل ما يعني اذا راح المعمر راح نقعد على القياران اشتركوا في القناة